موسيقى بداية حياتي وصلت للمتوسطة وكان الوضع زيان ما عندي اي مشكلة وراها يعني من عبارة المتوسطة الاعدادية كان صعبة عليها تاجيت انو ادخل لدروس خصوصية بس اهلي ما عدتهم ثانية انو اروح ادرس بس حديته شون مكان لحد وصلت لخامسة الاعدادي يعني هم طلعت دور ثاني ونجحت الحمدلله بالسادس عانيت عدد سنتين بالسادس شفت ماكو امل فقلت ما راه امتحن خليها اقعد فتسنة سنتين وابتحن خارجي ماش انت افكر بالزواج واهلي يعني زينين بس شون يعني اللي تتزوج كون تشيد نفسها وبعدي انو هم يعني اللي تتزوج ما عدنا وحدة تتطلق او وحدة دولة اريد تجيس اعلانة او هاي لانا انا شفت باختي تشبيرة كنما تتجيس اعلانة اهلي يتعركنوا ايها وروحوا وصبري واي امت صبرت واي خالاتت واي ما عدنا هذا الشي فما كانوا يلحون علي انو ازوج ابدا فقلت اني قلت سنة سنتين اقرأ اكثر اسيطر على المادة وامتحن كل انسان عنده طموح والطموح مشروع لكل شخص او كل انسان سوي نقول مسألة الدراسة بالعراق تحسيها صارت مسألة تجارية يعني بشكل فضيع صارت والدليل وجود معاهد التدريس الخصوصي اللي لازم تدخليها انتي بالسادس قبل بداية العام الدراسي او بداية العطلة الصيفية لما نبدأ بيها الطالب يدخلها بمبالغ هائلة يعني المادة التربية الإسلامية واللغة العربية انا انتي سبعمية وخمسين الف لو تسعمية تسعمية الف انا انتي على مادة لغة عربية ومادة التربية الإسلامية ليش حتى طلع مية بعدين مواد الأخرى قل شي مليون ده يدخلوها الطلاب لأنه اقفة قالب معين قام يجي بالأسئلة قوالب معينة ثابتة بالنسبة للطالب المتميز والطالب الشاطر واللي اهله مهتمين بيه بشكل صحيح وعنده بيئة دراسية سليمة بالبيت رح يقدر يتكيفوا بدون الخصوصي وراح يقدر يطلع معدل حتى تسأليني شون مواقع اليوتيوب مواقع كثيرة مال التعليم موجودة مجانية مفتوحة للطلاب واحدة من السبب واللي كانت الحالة تقدر تسويها هي هذا هو هذا الموضوع لأنه الأسئلة تتجي أغلبها أسئلة موجدانية ان الطالب يعبر عنها من قلبها أو شيء أسئلة من المناهج والمناهج مكثفة هذا الحجة حديث بالنسبة للحالة كان الوضع أقدم نقول كذلك كانت موجودة هاي الوسائل التواصل الاجتماعي مليانة شروحات وعدل ملازم من المرات الملزمة تكون مادة جامدر ما رح تقريم بيها ما رح تستوعبين بالرغم من الشرح المكثف الموجود عكس نقول اللي كانوا بجيلي يعانوا من هالموضوع إذا غبت درس واحد ما رح أفتهم بعد شيء فهذا نشوف هذا عذر يعني صراحة واحد خلال هاي الأيام إجه شخص عن طريق يعني معارف الأهل هو موظف فقالوا هاي فرصة وأنتي أصلاً تبتحني خارجي فليش ما تزدوجين آآآآني الغلط بيها ما قعدت وياه وحجيت وياه بس شفت المواصفات شفت جونة للبيت هو وأهله يعني بس شفت شكله وافقت وهذا الخطأ بالمبدال المفروض أفهمه أعرف شون شخصيته الزوجت من الزوجت التهيت آآني عيالهم فالتهيت بالشغل وبالبيت نسيت الدراسة ونسيت إنه أكمل دراسة العيال هما زينين بس عدتهم شغلة كانت تختلف عن أهلي إحنا صح ما عدنا يعني كانت يا دوب اللي يشتغلوا أخواني وأبويا يعني على قد أنه معيشتنا هذا الشهر هما كانوا أكثر متشددين يعني شونعتهم بخل الزوجة هي قبل لا تتزوجها راح تعرف بوضع الاقتصادي يا أما تتقبله يا أما من البداية قبل لا يكون زواج وترفضها من البداية احنا مشكلتنا شنون مشكلتنا الزوجة ترضى بالبداية بوضع الشعاب الاقتصادي يمكن ضغط الأهل الزوجي ليش باقي ليش لحد الآن فتتزوج بعدين تنصدم بالواقع تنصدم بالوضع الاقتصادي تنصدم من يصير أطفال احتياجاتهم الطبية احتياجاتهم اليومية فتنصدم من تشوف الوضع الاقتصادي صعب شوية ضيق شوية فتطلب الطلاق مصرف بشار يطيني 25 هو موظف وصح كان يجمع يقول احنا لازم نطلع لازم نشتري لنا بيت نشتري لنا شقة واني ما اقول لا اقول ايه زين تفكيرا صحيح بس 25 ش تكفي وحدة تريد تشتري لها شي تشتري لها ملابس تشتري لها شي تعتيني بنفسها فحتى التليفون انا من خلال هاي الخمسة وعشرين جبت لي تليفون بالبداية يعني اجمع اجمل حد ما لقيت شي مستعمل على مود اشوف بي او اطلع بي لان انا احب الدراسة احب انه دائما اقرأ اشياء اسمع اشياء جديدة درست حالة قبل فترة بالاحراء مو درستها حالة صارت قدامي فحاولت اتعمق بموضوعها البنية كانت شاطرة متميزة وقضتها اعفاءات من الاول متوسط الحد مرورا بمرحلة المتوسط انتهت الاعدادية هي معفية صار عندهم ضغوطات بدون خصوصي صار عندهم ضغوطات بالبيت من الاهل انه اقري وهذا سادس واريدش طبيبة واريدش صيدلانية هاي الاختصاصات الان بها تعيين وبها شغل البنية صار عندها صار سترس عليها كلش قوي انهارت سنة طلعت معدل ضعيف ما يأهلها تدخل مجموعات طبية السنة الثانية طلعت معدل اضعف كانت نصيحتي لهذه الطالبة قلت لها كان اكون ايضا محاولات بعدها مفتوح قلت لها عنديش دور ثاني ارسبي بي وتقدرين تمتحنين سنة لخها عنديش سنة محاولة جديدة اهلها ضغطة وعلي اي انا قلت لها انتي ذا انسانة متميزة وشاطرة وعندش طموح واخفقتي موضوع ترى موضوع البكالورية بجانب الحظ انا شوف يعني ياخذ ستين بالمية اكثر من مسألة ذكاء الطالب وفهم الموضوع وشطارته اهلها ضغطة وعليها تنجح تشك هذا بالديت طلعت معدل ضعيف اهلها ما عندهم امكانية يدخلوها جامعة او كلية اهلية اضطروا يروحوا للمحافظة ثانية كاعدة بالبيت انسان بمستوع علمي راقي كاعدة بالبيت فهاي الفترة يعني صار من زواجة ثلاث سنوات انا ما عندي اطفال وهي راجعت وبعدين قلولي انه انتي عندتش يعني شون ان صارت الشعور ضاي خلال هاي الايام اللي زوجت بيها لانه معروف من قائبهم كانت مززوجة انا هاي الاشياء ما امن بيها بس بقيت انه مصرر انه يصير عدي فصار عدي بالبداية وتوفى بعدين صارت عدتين اطفال واحنا نفس فوضع عليه اكو شي لفتني اول شي انتي شاف اهلنا قبل مني حتشون قلتش اول مواحد يتقدم لبنية انت من وين شون تحصيلك الدراسية حتى قبل وش تشتغل قبل كانت كل مهنة وكل حرفة كان يشتغلها الرجال او نقول الذكور يشتغلوها كان لها وقعها بالمجتمع مع التسارع وصيرورة المجتمعات بتدخل العالمة بتحكم بالاقتصاديات البلد صار الموظف يعني الى فدهالة معينة يجي عنده ضمان اجتماعي باقي موجود عنده تقاعد يقول لش هذا اضمن من غير هذا يجوز يشتغل بفت شغلة يجوز ورا سنة سنتين تنتهي ليش بوجود الحداثة الموجودة التطور التقني التكنولوجي الموجود هذا كله يأثر فلذلك الحالة لما نجدتي شافت يعني يعني لفتني فت شي انه قالت هي ما تأثرت بموضوع الوظيفة صراحة هي تأثرت بموضوع الشكل كان الشكل الى دور شبير بالنسبة للحالة بس بالنسبة لبقية البنات من يجوهم يقولون موظف قد تكون لبنينة نقتنع بي رح تقنعها أمها تقنعها أخوتها تقولها مثل شو في آني قدامتش أبوتي ما موظف أبوتي ما متقاعد هذا أخوت قدامتش قاعد احنا ده نصرف عليه فحيكون هذا سبب ودافع رئيس زين الجانب الاقتصادي الى وقعه وإلى تأثيره على مسألة الزواج طبعا الوضع الاقتصادي مهم للشاب المقبل على الزواج لأن وراء مصاريف تعلق بالزواج بتجهيز بيت للسكن بالأمور الأخرى وراء أطفال احتمال يصير فهي كلها مسؤوليات ومصاريف لازم يقدر يتحملها حاليا صعب الشاب العراقي يقدر يتملك بيت بسبب ارتفاع الأسعار مع العقارات يعني أسعار صارت جنونية أصلا يعني أسعار العقارات فحاليا يعني أشوف الشاب بدايته يعيشوا يا أهله يسكنوا يا أهله كبداية لحد ما شوية بعدين يكون نفسه يستند نفسه يلا يخرج عن أهله الحتمه صارت مشكلة كلش تشبيرة بيننا أنا وزوجي فأنا أخذت أطفالي ورحت لأهلي هو على المصرف يعني اثنين أطفال وباقي نفس الشي على الخمسة وعشرين أصبر أصبر أقول يعني مخالف بس إلى متى فصرنا دم يعني بيناتنا على المصرف أحسه هو بخير يعني مو أحسه هو أصلا بخير أهلي تحملوني هاي ستة شهر يعني تحملوني بالشافعات أصلا هم يتعاركون يعني حتى أرجع عشت عادي خلاها ستة شهر مرة وحدة نزل الخمسة وعشرين عايشة يعني على الله يش أسوي بس أنا هاي الفترة لستة شهر تعلمت شون أسوي شمع اللي هو هاي يعني يبيعونه على أنترنيات يسوون شمع ومعطر وهاي الأشياء فأني تعلمت وقدرت أجيب الشمع والقوالب وأسوي بالبيت وفتحت صفحة وظلت أبيع بيها قبل كانت الحياة أسهل قبل كانه مثلا واحد يسكن ويا أهله ويظل يستمر ويا أهله ما يطلع من خارج دائرة الأهل ما يطلع بيت واحد أو كانت الجوانب الحياة سهلة مو جوانب واسعة ما كان عندنا الفتاح غواية على الدنيا ما كان عندنا سفر ما كان عندنا المناسبات لعراس كانت تكلفتها أقيل الآن صار انفتاح أقوى وصار مناسبات صار مظاهر صار جانب شون المنافسة أن الإبنية ترغب مثلا بشيء أقوى مواقع التواصل تأثر هذا كل جوانب هذا كل جوانب تخلي طموح الإبنية أعلى يعني ها أريد مثلا عرس مثلا مقاع توب أو أريد سفر أو أريد هذا يعني بدون مراعاة الشاب والشاب مفروض هو يقلل لها يعرفها بوضع الاقتصادي قبل أن يتم الزواج أقوى حالاته قاعدة أقوى 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 صحيح مرة مرت علي يعني الزوجة عندها راتب عندها راتب راتب مليون ونصب ما ينطي يعني ما ينطي للزوجة يعني أنا حتشيتي ويتكلمت معه قلت ليش ما تنطي يعني هو بغضا بالزوجة ما ينطي أو بغلا رفعنا عليه دعوة نفقه حصننا للزوجة حسب تقليل المحكمة لأن القانون ضمن حقوق مع المرأة وخاصة قانون مع المرأة قانون الحوال والشخصية العراقي القانون الحوال ضمن للمرأة حقوقها كافة يعني مثلا المادة 43 قانون الحوال العراقي إذا الزوج مينفق على الزوجة إلا حق تطلب تفريق ما تنفص عليها؟ بالزوجة لاها الحق في طلب التفريق إذا لم ينفق عليها زوجها تمهلي لمدة ستين يوم إذا ما نفق عليها لها حق تطلب تفريق ولها حق تطلب نفقة حتى لو كانت بيتها له طبعاً إحنا ننطلق من مقولة تقول الكرم شجاعة الإنسان الكريم والبذخ مادة اللي عنده الموجود غالباً ما يعتمد على الجانب المادي على حسب إمكانيته الشخصية قد يكون جزء شوفين أهلنا كانوا قبل يتداينون يتداين من الجوارين يتداين من أصدقائي يتداين من شيء إذا أجي ضيف لها نعيب يجي ضيف وما يقدم له أو يضطر الأب أو تضطر لأم تدداين أو يدخلون سلف حتى يشبعون حاجة أولادهم زي من ما أكل ممل بس من غير شي حتى لا يقولون غيرهم أحسن من عندهم أو بالمقابلة حتى بالمستقبل أبني لهم مستقبل صحيح لهم حتى هم يعينوني بالمستقبل بالنسبة للإبناء هذا لحدش ينطبق أغلبة على الولد أو على الذكور بالنسبة للإناث والحالة اللي صارت عندنا أنه راحت على عيال بيئة اجتماعية ثانية عليها عندها إمكانية مادية لكن عندهم تخطيط مستقبلي قوي يعني تخيلي أنت شخصي طيب في مبلغ معين بسيط يحدد مصاريف هذا الشخص مصاريف زوجته نقول بـ 25 ألف أو بـ 50 ألف إش قد عنده حسابات قوية لعدو وهذا لما نحسابها هيتشي فأنت بما أنه أنت إمكانيتش 25 وشخص أنت اختاريتي وقلتي أنا موافقة عليه المفروض يعني تتكيفين مع الظروف زيان؟ وتشوف بعدين هي وضعها الشونوية هل راح يقبل يزيد المبلغ هل راح يقبل زيان يعني أنه يطيها بعض أكثر وأكون بجانب المادي إلى حلول كثيرة لكن إحنا هنا عد نقطة مركزية أساسية تقول بعلم النفس موجودة وبعلم الاجتماع دراسات طويلة طبعا مو هسة دراساتها من قبل مشكلة أي زوجين أو أي حبيبين تكون مشكلة رئيسية مسألتها رئيستين شنية؟ مسألة الأولى مسألة الثقة بيناتهم الشخص الإنسان الشكاك وعنده وسواس قهري سواء كان ذكر أم أنثى الشخص الثاني راح ينفر من عنده هذا مو موضوعنا موضوعنا هو الأساس الثاني اللي هو جاي نشوف وضعية الحالة اللي عندنا مسألة البخل الرجل إذا كان بخيل أو المرأة إذا كانت بخيلة راح ينفر الطرف الثاني الشون؟ أنا مثل أهلي يجوني للبيت زين مرت بخيلة سوي فلان غدا سوت لتش فشغلات بسيطة كلش ومن أمور بسيطة زين أنا زين هي ابنيها تقول يجوي أهلي خطار طرديهم ويلهم ما عندنا قضيها باستكانات شاي وخلي طلعون هذا واقع حال لو راح تقدم لهم أبخس الأشياء الموجودة وجوز من مصروف جيبها هذا البخل يفشل يفشل المقابل خصوصا إذا كان عايش بيه أهلك ورماء فهذا سبب رئيسي وسبب وجيه يخلي الإنسان ينفر من الطرف الثاني هو من سمع بهذا الموضوع يعني أنا أقدر أنه عايش جهالي قال لي أنه خلي نرجع مدام أنت بعتها يتصرفين على نفسي هو هاي الفترة يشتران بيت فطلعنا بيه شوية صارت وضعي أحسن بس أنا معتمدة على نفسي معتمدة أنا أبيع عايش جهالي ووضع البيت لأنه أخذ هم ينسلف على موجي يشتر البيت بس ما مساعدني ماكو أي شيء بيناتنا بس نحكي بالمادة نحكي بالفلوس ونحكي شون نكمل الشهر وشون المصرف يكفينا وشون الجهال ومدرستهم يعني وعت على نفسي أنه أنا حياتي شونه هي عبارة عن فلوس وشون يعني هو مستعد بيعمل اللحمة على موجي الفلوس وتجينا فلوس وشون نعيش النهاية الشهر قلت إلا متى أنا أبقى هيتش وبعدين هذا البيت من حقي فرحت أنا المحامية وقلت لها أنا أريد أن نفصل عنها شون سببتش حتى مثل محكمة تقتنع حقوق هاي الأشياء قلت لها والله بخيل وهذا الشي مو بس أنا أجالهم يدرون ووضعنا وخلي سألنا القاضي شو يقول خلي يقول قانون لحوال شخصية ضمن حق الزوجة بالسكنة من ضمن النفقة السكن والكسوة والطبابة فضمن لها حقها بالسكنة حتى لو صار طلاق حتى لو صار طلاق تبقى حقها تبقى 3 سنين البيت مع الزوج إلى الحق المطلقة بشكل عام صارت عندنا وصمة عار سابقا لاحقا من بعد أحداث 2003 تشوفين بما أنه صار أكو ضمان اجتماعي للمطلقة وللأرملة هي رواتب بسيطة تنصرف لهم بس أكو قبال صار شديد على موضوع الطلاق خصوصا مع ظهور الحركة النسوية الموجودة حقوق المرأة وتمكين المرأة وغيرها فالمرأة هذا فتش زادها قوي يقوليش حتى ذا أهلي ما اعتمدت عليهم أنا الدورة رح تصرف لراتب يعني بما قرب 250 ألف أو 300 ألف كوني مطلقة أنا كوني أرملة زيان كوني إنسانة ما عندي يعني أنا عبارة سنة 35 وما عندي وزارة الرعاية والشؤون اجتماعية تصرف رواتب وماشيين بالموضوع فحالة الطلاق عندنا جلت المستويات عالية كلش على مدر راتب وقسم أصلاً دي يسوون حالات احتيال إنه أنا مطلقة يصرفوا لها راتب وترجع ما تبلغ المحكمة تبقى على عقد السيد وفي سبيل إنه بس تسترم هذا الراتب الموجود فهي هاي يعني ختنا أو الحالة اللي موجودة ما دام تشوفوا الوضع حي شيء وأهلها موافقين عشان تقدر تلقي حجة بسيطة أنه أنا ما أخلف وهذا الإنسان بخيل حتى تلغي موضوع البخل بس كان تصرف غير حكيم نرجع سبب من أسباب الرئيسة العلم قالت لي ما يصير أن أنت ترفعين قضية لأنه راح تروح كل حقوقتش وهي شونها حقوق هي بس سلبيت إنه أبقى بيه كم سنة هي هاي الحقوق اللي أنا فهمتها يعني أنه لأن مؤخرا وها بشان فتشي يعني خمس ملايين ما إلا ها قيمة يعني وهو ما ينطيني أصلاً فحد شيء فاتحت بالموضوع قلت لي أنا أريد نطلق ما نبقى سوية ما اعترض على الموضوع وشاف المسألة يمكن توفر لمعرف بس هو كل باله أنه البيت يكون إلي وافق على الموضوع وقال عادي شو تريدين وقلت لها زين الأهل وراح أنا أهلي ما يقبلون بهذا الشي أهلي راح يعني يعارضون قال أنا أقول لهم أنا أفهمهم أنه إحنا ماكو شيء ببناتنا أنا أريد أشوف حياتي أريد أتزوج وأنتي تريدين تبقين بس تعايشين أطفالي شو براحتش ما حتيت أنا بالبيت حتى ليتفاجئ معكمة البداعة مول أحوال شخصية نها الجانب المالي نطالب بالمحكمة البداعة طالب مثلا بكلفة البناء تقدر ترفع دعوة طالب بكلفة البناء مثلا هي الأرض ممالتها بس هي فلوس البناء من عندها تقدر تطالب بمحكمة البداعة بفلوس البناء كاملة هي المشكلة هنا يعني تترجع أنه هي ما عندها سند أهلها ما سانديها باستثناء يمكن قلنا أخ عدها ساندها فالحل يعني الحل يعني أنا أشوفها إلها هي عندها مسارين المسار الأول أنه تبقى ويا وتتحمل في سبيلة ربي أولادها وبيت صار أدها؟ بيت صار أدهم خير من الله يعني موضوع مسألة البخل وشخص يبني بيت من البخل أنا صراحة أنا أشوفه هذا إنجاز عظيم إلي يعني زين يعني ترى مسألة السكن يعني وصح موضوع ثاني بس حلم أي إنسان يكون عنده مو بيت يكون عنده قطعة دقاع زين يقوليش أأمن عليها مستقبلي زين إذا هي عندها بيت موجود كامل وعايشة بيه بس هي متحملة المصاريف يعني كان من الممكن أنه تتعايش ويا الحالة اللي هي عايشة بيها والوضع اللي هي بي في سبيل أولاده في سبيل أولاده صح هو صعب وبوجود الحركة النسوية وبوجود مساءل التوعية ولا تتحملين وضغوطات وأكو قروبات هسه موجودة مواضيع التنمية وعيش حياتك والصحة النفسية كلها موجودة هذه تتأثر أحيانا سلبا وأحيانا إيجابا زين باتشار عقباء هذي من رح يكبرون أولادها خصوصا إذا عندها بنات مولد ما رح يقولولها ورما زوجت بيتها طبعا تتطلقي لأن أمتش تطلق عالسة عرفنا أمتش هش تطلقت لأن أنت مثل أمتش هي عدها ولد يعني موضوعها صراحة يعني كل ما أسمعها وكل ما أتأمل بي موضوعها محير هي إنسانة ناجحة وأنا أشوف رجلها كذلك إنسان ناجح فهو طلقنا سيد وأنا باقي بالبيت فبعدين صارت محكمة مرح للمحكمة هناك وراجعت ويتشي طبعا أهلي تعركوا وياي وما يحشون حتى هاي اللحظة ما يحشون وياي وبتعدوا عني أمي خاصمتني وما تحشي بالمحكمة قالوا لازم تبقت لسنوات بالبيت من حقها لأنه ما أعرف شنو أكوفت شي يعني أنه لازم أبقت لسنوات هو هنا ندم لأن وانه يروح رجع هو يم أهلي ما أعرف شنو مصير المهم أنه بقتل سنوات المشكلة أنه إحنا ما عندنا وعي قانوني ثقافة كافية يعني هسا سواء الزوج أو الزوجة أو المواطنين بشكل أكو مواطنين ما عندهم وعي قانوني كافي أكو قوانين أكو قوانين تحمي الحقوق أكو قوانين بالأحواج الشخصية أكو قوانين بالبداء أنا بس ما قلتتي ما البيت إذا شانت مشاركة بالبناء أو شانت مشاركة بلوس الأرض أو العقار أكو قوانين تحمي بس إحنا ما عندنا وعي الكافي لازم أكو دورات المواطنين العاديين مولي المحامين دورات توعية قانونية مسؤولية من مسؤولية الدولة مسؤولية المنظمات الاجتماعية هاي مسؤولية الجميع أصلا واسا صارت الحياة سهلة بالتليفون وحيقدر يبحث على جوجل على البرنامج على المرامج على وسائل التواصل خلال عثل السنوات ما عندي إيجار ولا شي قدرت أنه أجمع جمعت بس ما قدرت أنه أنه أعتمد بس على هذا شغلي حاولت أنه أشتغل بمدرسة محاضرة بس بالبداية تعرفين ما كو شي مجاني يعني بعدين قالوا أنه بيها تثبيت وهي شي فردعت للمدرسة من طلعت من وراء ثلاث سنوات عفت البيت راح إلى هو البيت رحت يم ومرت أخويا واحدة من سوان أخويا كانت زينة وياي فقعدت يمها وأخويهم زين وياي طاني غرفة هاي الغرفة أنا كنت شبيها يعني مسؤولية حتى مسؤولية بيها مطبخ لأنه ضليت ما عطلت بس على الشمع ضليت أسوي أكلات وأبي ونفس الوقت تعاني محاضرة وجهالي نقلتهم يعني مدرسة قريبة وأخوها ساندها موجود هذا رجل أخوها ممرأة أخوها رجل هو اللي ساندها إذا أخوها راح وين تروحي هاي مسألة مسألة لأخي ده أشوف أكو حالات موجودة يعني عندي أصدقائي يعني بمراكز بحثية مراكز متخصصة بالصحة النفسية يقولون ده يجون أزواج موجودين خصوصا يعني ما نقول بس النساء حتى رجال ده يجوهم يقول لأني مكتفي بالمرأة أو هي تقول أنا مكتفي بالرجل وجودة إلي بالعامية عندنا خيمة كداعم إلي كمدافع مو مدافع عنها يدافع على الحق وشال السيفة ومعركة لا تتخلص من مسألة أنت مرتبطة لو لا أنا مرتبطة رجاء مرأة من الزوجة وعندي أطفال وعندي بيت عندي رجال موجود يحكمني حتى لو هذا كان رجل ما يحكمها كذب بس موجود ستار إليها ستار مثل ما قلنا هو خيمة حتى لو كانت هذه الخيمة هي ما تحترمها هي ما تقدرها لكن إليها دور مجتمعي كبير أكو فرق من نقولها ابنية مطلقة كل شوية يجوها خطابة كل شوية يجوها فلان يريديش فلان شيخ فلان مثل نقول شخص بقال أو رجل متمكن وغالبا ما تكون الزوجة الثانية ليش؟ باعتبار هي مطلقة وما عدها حلول خلي تخلص من البيت اللي هي عايشة بي زيان؟ ها نظرة غلط فقد قلتش أنا أرضى بالعندي خلي هو رجال على راسنا موجود وأني مرتب البيت موجودة أقوم لبواجباتي أجأة أسوي لأكل أخسل لما لابسه أكيد الرجل راح يتغير وأكيد المرأة راح تتغير الموضوع إذا نفس البشرية والجسد من ناحية البيولوجية أكيد محتاج الجوانب الأخرى هسه هو يعني عادي يتصلوا يائح شوية بس ما كن بيناتنا شي بس هم مجهال يجي يشوفهم ياخذهم بس ما نحج أنه نرجع البعض لأنه خلص هو هميا ما أعرف يريد يتزوج وبرحته وأني حياتي أحسن جاي أبني حياتي من جديد يعني الحمد لله إذا صدق أتعين بعتهاي خلص وما أعرف إذا أتعين هو يمكن راح يفكر بأنه يرجع لي لأنه على أساس أنه أنا اعتمدت أكثر وعدي راتب ويجي شي بس ما أريد أكرر الخطأ لأنه صحة أنا أسبع عني نفس الشي نفكر بالمادة وشون أعيش وكل تفكيري بالفلوس بس ما أريد أرجع له وهم يبقى نفس الموضوع أنه يرجعني على مدآن تعينت هاي الحالة لازم هي أولا قبل لا لازم قبل لا يكون يتم الزواج تقعدوا يا الزوج تعرفه تعرف طبعة تعرف أمكانيتي المادية تعرف أنه رجل بخيل أو كريم أو يعني تعرف شخصيته جوانب شخصيته كاملة تدرسه نحن نستعجل على الزواج والأهل هم مشاركين بهذه الحالة لماذا الأهل مشاركين لأن الأهل المسان دية أصلا نحن عندنا بعدنا يكون بعض البناطق أو بعض المحافظات بعدنا أن المرأة عب تطلق عب تطلب الطلاق عب هذا طلاق مو عب طلاق يعني شيء حلال أصلا وشيء يعني موجود واقعنا حتى الثانية صار بيناتهم خلاف ما يكون ما يكون هذا يكون سواء التثان أو واحد سيضل النزاعات بيناتهم ما الفائدة الثانية ونزاع بيناتهم وما يتصلح فهذه الحالة هي صبرة وعشرة كانت طويلة بس وصلوا الطريق مسدود وصلوا الطريق بعد ما كوا وراشي قاعدوا هم أكيد قاعدوا سواء تنقشوا في الموضوع بس ما طول وصلوا الطريق سواء في التفريق أحسن بس من الضحية هنا ضحية لأطفال أطفال ضحية كبيرة أطفال رح يعيشون بعيدين عن أبوهم ويمكنوا يا أمهم رح يعيشون بعيدا عن أمهم وذا تشانوا يا أبوهم يعيشون بعيدا عن أمهم حتى نفسيتهم تتعب أطلا هو الطلاق كظاهرة مجتمعية أو بوصفه ظاهرة مجتمعية هو ظاهرة تهدم الكيان الأول اللي هو الأسرة ومن رح تنهدم الأسرة رح يؤدي إلى شنو إلى انهيار المجتمع ليش لأنه الأسرة نواة المجتمع رح يصير عندي اختلال شبير بالبناء الاجتماعي الموجود لأنه موت موت الأسرة وموت الظاهرة الأسرية عن طريق الطلاق رح يهدم المجتمع زين تراكمات تراكمات الطلاق المرحلة اللي هي وصلت بيها الطلاق بحسب علم النفس الاجتماعي أو المنفس الاجتماعي نعم أو الانثروبولوجيا النفسية يقول الطلاق يمر بسبع مراحل سيكولوجية تكون متتابعة وحدة تتبع اللخ لازم تبدي المرحلة الأولى مرحلة الانفصال الفكري تفكير مو مثل تفكير أنا أريد أكمل دراسة أنا أريد مدرش نحشي على حالتنا اللي صارت هو تفكير بعيد كل البعد أنا أريد إنسانة تطبخ لي وتنظف لبيتي وتنجب لي بعدين رح يصير مرحلة الانفصال الوجداني حتي بدي يصير أكبرود بالمشاعر بينها وبين الشخص المقابل مرحلة الانفصال الوجداني رح تأثر ورح بالأحرى رح تأدي إلى شنو مرحلة الانفصال الجسدي رح يقوم موضوع العلاقة الحميمة أو البيولوجيا الموجودة بينهم بعد ما لها داعي البنية خلفت وصار عندها أولاد وتتربي تتربي بيهم بغض النظر عن الظروف اللي هي عايشة بيها بما أنه فكريا ووجدانيا انفصلوا يعني عاطفيا هينفصلون جسديا هذا رح يأدي إلى مرحلة المرحلة الرابعة اللي هي موضوعنا اليوم مرحلة الطلاق الانفصال القانوني صار انفصلت عنه بعد اطلقوا رح تجي رح تلحقها مرحلة رئيسية مهمة مرحلة قانون المحكمة عدنا يحتي يعني بكثير من الطرق والوسائل لمسارات متعددة حسب حالة الطلاق سواء كتب لها مؤخر أو كتب لها نفقة أو حسب المذهب اللي هي مززوجة علي شنو بعدين وصلنا مرحلة الانفصال الاقتصادي رح يحدد بعدين وراء مرحلة شنو مرحلة الانفصال الأبوي الأبوي ما يقصد بس بي الذكر الأب يقصد الأب والأم زين الأولاد يمن حيختارون يعيشون يم أبوهم يم أمهم احنا عدنا فكرة سائل أن الأولاد يريدون أمهم هذا قبل شان حسا قام يختلف الوضع قام الابن حتى ياخذون المحكمة يخيروه تريد بابا لو تريد ماما ونته اختار زين عمر سبع سنوات فمرحلة الانفصال الأبوي هاي مرحلة هذا سيخلق النار أزمة مجتمعية مستقبلية وينشأون هذا الغلط من البداية لم أكن شكيت ويا لم أعرف يعني من الخطة من الفترة هميا كان موقف حسا حضرني كان عيد وإجا وعايدني ومطاني عيدية فالمفروض ينتبه منو ما ينطي الخطيب تعيدية فهو كان كل تفكير مادي فهو هذا السبب أنه عاني في الصالة هناك حالات تصلح ممكن تصلح يعني قبل لا نمشي بجرعة الطلاق نتكلم مع طرف ثاني سواء نحن جنة محامي جنة محامي الزوج أو محامي الزوجة نتكلم مع طرف ثاني شوف يستجوب بمجال مثلا للصالح نحاول الصالح بس إذا كانت مثلا ما كان مجال إذا كانت مثلا خيانة بالموضوع أو كان ضرب شديد يعني وكان بينها محاكم أو شكاوي بالتحقيق يعني ما كو صعب نكون صلح بعد وش رابط العلاقة الزوجية يعني أنا أشوف الحالة عندها مسارين أما تستمر باللي هي موجودة بي لكن بتأمين نفسها وتحصيل نفسها بزيادة أكثر يعني أنه تحاول تلقالها مسكن خاص بيها حتى تستقل بعد ذاتيا تستقل مثل ما هي مستقلة مادية لا تستقل مكانيا حتى بعد تخلص من الضغوطات ما حدل عليها بعد كلمة والمسألة الثانية أنه ترجع لزوجها اللي هي انفصلت عنها وتقضيها بما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى ليش حتى تنتج بيئة سليمة لأبنائها لا أكيد ما أفكر بزواج مرة ثانية هسا ويعتمد عليهم ويسوي لهم أساس والحمد الله وشكر هذا نصيبي نافقة الأطفال بالنسبة للبنية لحد ما تتزوج الأب ينفق عليها لحد ما تتزوج والنفقة للولد لحد ما يبلغ ويقوم يشتغل يعني يبلغ في منطعش فوق بس إذا كان يكمل دراسة طالب كلية لا يظل ينفق عليها إذا كان يكمل دراسات مثلا حتى له عمر خمسة عشر كيف تتحدد كلفة الإفراء تتحدد كلفة الإفراء حسب حالة الزوجة المادية حسب حالة ما يملك الزوج ما هي راتبة ما هي ما هي لديها بيوت ما هي تحدد السيارة السيارة أو صديقة السيارة السيارة ستتحدد والزوجة هنا أصلاً هم مجرد ما تحصل الزوجة قرار من المحكمة بيننا تروح أصلاً هم وإذا كان عنده راتب يقطعون الدولة مباشرة الأسرة وسيلة من وسائل الضبط المجتمعي الموجودة إذا ذول ما رح يحولوا لك الكائن البيولوجي اللي يخلفوه اللي ينجبوه يعني إلى كائن شنو؟ كائن مجتمعي عملية تنشئ الاجتماعية موجودة فرح تنهار الأسرة رح تلحق مرحلة الانفصال النفسي والانفعالي رح تبقى الحالة تراجع ذاكرتها بالحلوة والمرة معها الأيام المرت ونفس الشي الزوج كذلك رح يمر مثل يقول أنا سويت بنفسي ليش طلقتها أنا كان تحملتها كان مشيت الأمور وهي كذلك تفكر بهالشي كل إنسان يوصل المرحلة معينة يقول لك لأ أنا أدخل دورات تنمية أنا يخلي أكون نفسي ألهي نفسي بمهارة معينة وهذا شي صار عدنا ويا الحالة طورت نفسها وقامت تبني مشاريع ها الخاصة ودخلت دورات تنمية ودورات طبخ ودورات صناعة الشمع ودورات صناعة العطور والمواد التجميل هذا كسبها شنو طاها باور طاها قوة طاها دافع للحياة طاها اشتركوا في القناة